الضربات الأوكرانية استهدفت البون التحتية الروسية والمنشآت المدنية في المقابل تهدف العملية العسكرية الروسية لإنقاذ شعب كامل وأناس ظلوا يعانون من القمع منذ سنوات كييف تسعى للحصول على أسلحة نووية وتريد الانضمام إلى حلف الناتو وجلبه إلى الحدود المتاخمة لحدودنا نحن الآن لا نهدف إلى إزاحة النظام الأوكراني بل نريد فقط الحفاظ على أمننا القومي الذي أصبح معارضاً للخطر وحماية المدنيين في أوكرانيا